مساء الخير أهلا بكم في الندوة العاشرة من ندوات الموسم الاحتفالي بسبعينية المفكر عبدالجواد ياسين ضيفنا الليلة دكتور قاسم المحبشي وضيفنا طبعا مش جديدة على صلون تفكير هو قدم قبل كده في مواسم ثقافية ندوات معنا وطبعا بيشارك بكتباته في مجال التفكير دكتور قاسم المحبشي هو أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بجامعة عدم لمؤلفات عديدة منها فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر ومقاربات نقدية في فلسفة العلوم والتربية وفيما يشبه الانتظار قضايا وأفكار واستئناف الدهشة تأملات في أفاق الفلسفة وواقعها فالنهاردة إن شاء الله ستكون ندوة الليلة عنوانها عبدالجواد دياسين والفهم العقلاني للدين دكتور قاسم سيكلمنا في الجزء الأول منها في حدود 45 دقيقة برجو من الحاضرين أنهم ما يفتحوش المايكروفون خلال المحاضرة وإن شاء الله في الجزء الثاني حتتاح الفرصة بكل راغب في المشاركة أو السؤال أو النقاش فاتفضل دكتور قاسم مع حضرتك المايك شكرا جزيلا إيمان رفاعي رئيسة القلسة وشكرا أستاذ جمال عمر وحيي أستاذنا المستشار عبدالجواد ياسين في سبعينية الذكرى ميلاده طبعا أنا من اليمن وكما تعرفوا وتسمعوا عنها اليمن هي مختبر كل الأديانات منذ الطوطمية البداية عبادة الأشجال والحيوانات حتى الله سبحانه وتعالى يعني مرينا على كل الأديان بما فيها اليهودية والمسيحية كما تعرفوا كنا من اليهودية وطلعنا منها وكنا بالمسيحية وطلعنا يعني اليمن بيئتها الجغرافية هي تطلبت هذه التنوع الكبير هي مختبر كل الأديان طبعا أن نحتفل بعيد ميلاد السبعين طبعا للأستاذ المستشار عبدالجواد هو في هذه الورغة أنا كتبت ورغة طبعا يعني حوالي عشرين صفحة في الفهم العقلاني للدين خلال الفترة منذ أن عرفت الأستاذ عبدالجواد في أسكندري قبل عامين أعتقد وقهان الوقه عرفته وستمعت إليه بالمخاضرة شد انتباهي مشروعي طبعا مشروع في نقد الدين واصلاح الدين ويعني فيما طرحوا من أفكار خاصة في الكتب الأساسية صلطة في الإسلام والدين والتدين وأيضا اللاهوت والأنثبوجيا لكن بعد طبعا بعد هذا الاهتمام والاستماع إلى كثير من محاضرات الدكتور دكتور في اليوتيوب والمواقع أنا استمعت له هو في نادي الثقافي في عمان وفي التمكين وفي مؤمنون بلا حدود وفي هذا الفصال طبعا تفكير هذه المحاضرات المهمة جدا عملت تغذية راجعة شدني طبعا تقربة الأستاذ الحياتية يعني هو طبعا أنا موتك نادر يعني ثقاف العربي القديد أعتقد أنه حياته يعني مهمة جدا حياة الأستاذ أنه بدأ طبعا هو ينتمي إلى أسراء أرستغراطية لبرالية يعني وسط القاهرة عاش أنه يبدأ في هو ولد في أربعة وخمسين في سبعة عشر سبتمبر أربعة وخمسين بعد ثورة بعد ثورة عبد الناصر بسنتين أعتقد ثلاثة عشرين لنو يعني تصور أنه لم يذكر هذه الثورة ولا بكلمة واحدة يعني أنا هذه يعني لفت انتباهي يعني كأنه عايش بعيد عن هذه الثورة أو أنه كان معارض أو ياريت يكون معنا ياريت الأستاذ يكون معنا يعني لفت انتباهي تكربة حياة الأستاذ عبد القوادي ياسين طبعا هو ولد في مدينة الزرغاء على ضفاف النين في محافظة المياط لما يكن طبعا حينما ولد في صباح ذلك اليوم يعني أعتقد صادف أمس تاريخ ميلاده حينما ولد طبعا في عائلة الكريمة لم يكن يعلم طبعا أحد غير أفراد العائلة بميلاده يعني بينما هو صار اليوم يعني ملء الدنيا يعني كما تلاحظوا وهذه قيمة المثقف يعني هو نشأ في أسره عريقة في مركز الزرغاء وكانت أسرته من عائلة استغراضية كما تقول السيرة الذاتية فأخواله ينتصرون إلى عائلة رئيس الوزراء الأسبق أبراهيم عبد الهادي باشا تم اقتياله طبعا في الأربعينات من قبل الأخوال المسلمين يعني ينتمي إلى أسرة عريقة جدا وعاش واشتقل طبعا كانت أسرته وأبوه اعتقد ينتمي إلى سلك الغضاء والمحامة وأرد أن يكون عبد الجواد أيضا قاضيا يعني عاش هذه الحياة طبعا تقوم أن أهمية المستشار عبد الجواد ياسي في كونه مثل تقربة فريدة ونقدية أصيلة ومتفردة يعني نشأت وتبلورت في خضم الحياة اليومية العيشية وفي سياقة المجابة الحية بين الفكر والواقع بين الإيمان والأعمال في علاقة حميمية مع الحالة الإسلامية الرومانسية التي يخبرها في تفتح الوعي الذاتي من حياة التواغى للحرية والعدالة كما يقول والعدالة جاء في سيرة الذاتية مين هكذا يقول بالحرف الواحد طبعا أنا عندي سيرة سيرة ذاتية يقول بالحرف الواحد كانت مسألة الحرية محسومة بالنسبة السلفة أنجز الحرية بالمعنى المتفسيقي الذي يقابل الجبر أنحس للحرية بالمعنى المتافيزيقية الذي يقابل الجبر أو الرغام أي كانت صورة كما أنحس للحرية بالمعنى الاجتماعي السياسي كان عنده ضمير حي ضمير حر طبعا هو خامة خامة لبرالية كان يحب الحرية من الداخل يعني بالنسبة لي كان الانتصال للحريات الفردية والجماعية ضد فكرة الدولة الشمالية هو الدافع وراء مشاركتي في حركة المعارضة الطلابية التي امثقرت هكذا يقول في الجامعة سنة ألف تشميل واثنين طبعا سنة مبكرة جدا يعني هو عاش في لحظة لحظة اقترام صراع شديد جدا بالنسبة لتاريخ مصر طبعا لحظة خطرة ولحظة عاش لحظة تقربة الهزيمة أو النقبة النقبة حزيران هذه التقربة طبعا حينما ندرسها حينما نعود طبعا من الشرفات السبعين لميلاده على هذه هذه الخياءة يعني نعود إلى التاريخ نعود إلى التاريخ التاريخ الوطن العالمين نعود إلى تاريخ مصر نعود إلى التاريخ اللي همنا يعني أنا لاحظت أنه طبعا يميز عند عند الأستاذ عبدالقوان تمييز حساس جدا بين الذات والآخرين أو الذات والآخر طبعا مشكلة وعي الذات ووعي الآخر ليست باليسير كما طبعا كما قرأت في تاريخ الفلسفة ليست باليسير بحيث تنكشف لكل إنسان بذاتها وبلذاتها بل هي عملية شديدة تعقيد والقموض إذ يعيش الناس مآت السنين من غير أن يتمكنوا من اكتشاف الحجب والوصول إلى درجة وعي الذات والآخر فالذات إذا ما تركت لذاتها من غير أن تحتك وتصددم بتحدي الآخر وقه الوقت بصفت تظل طفيلية عمياء غير واعية بذاتها وممكناتها ولا بالآخر الذي يهدد وجودها وقدراتها وممكناتها أنا قرأت طبعا في أنا درست نظريات التحدي بالاستجابة عند توينبي لاحظت استجابة العرب والمسلمين عن حادث واقعات الحادثة الأوروبية والاستعمارية كانت استجابة طفيلية من خارق التاريخ يعني من خارق التاريخ لأنه ما فيش وعي بالذات ومقدرات الذات وحدود الذات ووعي بالآخر وقدراته يعني تصور أحدهم المهدي في السودان يعني كان عنده واحد قايد عسكري اسمه عبدالله تعايشي كان يغاتل الإنجليز فيه خرطوم دخل بحرب كذا بصيبة وكتب رسالة للملكة ملكة بريطانيا حين أعتقد كانت تكتوري أعتقد أو إليزابيت مش عالم كتب الحرب الواحد أسلمي تسلمي يخاطب ملكة بريطانيا إذا أسلمتي سنزوجك عبدالله تعايشي إن قبل تصور الوعي التاريخي عند العرب كان ضعيف جدا لهذا السبب أقول أنه وعي الذات مهم جدا وعي الذات من نحن ومن الآخر ما هي ممكناتنا ومن ممكنات الآخر الآخر هو مرآة الذات كما نعرف الآخر هو مرآة الذات في الذات إذا تركت الحالها تظل عمية عن حقيقة وضعها فمعرفة الآخر تفضي بالنتيجة إلى تعرف على الذات وقبل طبعا قبل أن نطلق أي حكم نافذ على مكتبع أو جماعة أو فرد آخر لا بد أن يبلور الشخص المعني موقفا واضحا قدر الأمكان عن ذاتي ومجتمعه نفسي وسلعان ما ينكشف أن الطريق الوحيد لتحقيق كشف المحيوب عن الذات إنما يتم بالدراسة المقارنة لذاته أثناء انهماكها برصة الآخرين برصة الآخرين وتأويلهم وفهمهم هي الوسيلة التي تؤدي إلى رصد الذات وفهم حدودها وهذا الموقف هو الذي وقف وقفه خريق القانون والفلسفة القاضي عبدالجواد ياسين في الثلث الأخير من القرن العشرين وهو الموقف نفسه الذي كان عليه قبله جميع المثقفين والأدواء العرب والمسلمين منذ لحظة استدامهم بالحضار الحديثة واستيقاظهم العنيف على أصوات مدافع النابليون في حملتها الفرنسية على مصر والشام عام 1798 وتولي محمد علي باشا عام 1858 حكم مصر وفي اللحظة التي تم تعميدها كبداية لما يعرف لاحقا بالنهضة العربية الحديثة شاهدوا المصريون لأول مرة في تاريخهم القنابل التي سماها القبرتي القنابل وكانوا يواجهونا بالسيوف والرماح والخلول المكشوف وشاهدوا المطبع للمرة الأولى تطبع الكلمات والمنشورات وأحتك العرب بمبادئ الثورة الفرنسية الحرية والأخاهم وبعد سنوات من حدوث هذا الاصطدام الحنيف بين مجتمعنا التقليدي العربي والحداثة القربية أصدر رفاعة الطهطاوي مقلة الوغائع المصرية وترجم الدستور المصري ونشيد الثورة الفرنسية وأصدر كتابة العمدة تلخيص الأبريس في تلخيص داريس وواحد من الكتب المبكرة في ما يسمى بالنهضة العربية الإسلامية قلنا أنه هذه اللحظة لحظة النهضة هي الواقعة التي أفزعت كل المثقفين العرب حتى حتى الأستاذ عبدالجوادي ياسيد بعد نكبة حزيرة ومن مؤكد في أن اعترافات المستشار عبدالجوادي ياسيد بأزمته الإيمانية طبعا هو لو تلاحظ في بداية حياته في بداية شبابه يعني بعد الأزمة الإيمانية أو الأزمة ما يسمى الحالة الإسلامية كان شديد التدين يعني كانت عنده تحولات سلفية متزمتة ودعوية متطرفة يعني كتب كتاب حينها مقدمة في فقه القاهلية المعاصرة يعني كان على 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 يمين كل الاتجاهات الإسلامية بما فيهم الأخوان المسلمين طبعا لم يكن منتمين إلى هذه أطراف أنا طبعا أعجبني وفعلا شد انتباهي أنه لم يخجل من هذه الفترة يعني يذكرها بكل حرية يذكرها بكل شفافية يعني في مقدمة فقه القاهلية المعاصرة ويمثل لحظة المدى الأعلى في حالة النفسية كما يقال أو حالة الإسلامية كنت أشرح السماة الجاهلية للمجتمع والدولة كما بدت لي حينها هو يرى كان حينها طبعا في منتصف الثمانينات أنه نحن في عصر الجاهلية كما كانت الجاهلية الأولى وهذا طبعا رأيه مضطرف جدا وأن يعترف طبعا الأستاذ عبدالجوال بهذه البدايات فهذا يعني عالية بالذات قصر في مجتمع طبعا يختلق الوصمة يسمى الوصمة مختلق يختلقها إذ لم يجدها يعني ما يخاف ما خاف أنه يوصن بهذه بهذه التهمة يعني أنه كان مضطرف وسلفي يعني قال بالحرف الواحد أنه أنا كنت كذا وتحولت هكذا ينطوي الكتاب على خصائص تكفيرية كما يقول صريحة وضمنية وحينما نعود طبعا اليوم معه من الشرفات السبعينية من حياتي إلى هذه الفترة فترة الحالة الإسلامية التي مر بها الشاب عبدالقواد ياسين وهو ابن الإسرار الصغراطي فنحن نعود إلى حقبة فاصلة وحاسبة من تاريخ مصر خاصة ومجتمع العربي الإسلامي برمته إن حقبة هديمة حزيران وتفكر دمام القسد العربي الإسلامي المتقيحة وكل أنحاء قسدي والمستشان عبدالقواد ياسين بتقربة حياته ونشأته وتخصصه وسلوكه وفكرة ولقته وخطابه وأسلوب وتحولاته وإنما كان يرد على طريقة رجالات النهضة العربية أمثال التهطاوي محمد عدو وفرح أنتون وكمال الدين الأفقاني وشبل الشميل ورشيد الرضا وعليب عبدالرازق وطه حسين وكيرون كان يرد طبعا لتغير حالة حالة داهمة تطرى في الأفق الروحي للعرب ومعاصين ألا وهي ولادة طريقة جديدة للتفكير تتخذ من واقعة الحداثة القربية أحداثية أساسية لها لذلك أصبحت الحداثة فجأة وبرنامجا سرديا لكل عقول الموجعين العرب ودهنشة العرب من الحداثة هي أهم حدث روحي تاريخي في تاريخ من الحديث والمعاصر أن نحب الاطراع المتأثر في ثقافتهم الأولى قد أنتثر فجأة وأصاب وعيهم بالتاريخ انكسارا عجيب فالعلاقة بالحداثة ليست علاقة تقليدية بأمة أخرى نكتفي بالاطراع على أنماط حياة أهلها وقراء بحاداتهم بل هي احتدام روحي بأفق تاريخي لم يقع التهيئ له أصلا في هذا الأفق لا معنى للإنتهاش غير ريب بأن وقعت الحادات القربية بكل تلقليات السياسية والاستعمار والاقتصادي والاجتماع والثقافة الفكري والنفسية والعقائدية كانت وما زالت تمثل التحدي الوجودي الثقافي الأول في حياة معنا العربي الإسلامي وفي ذلك يمكن النظر إلى كتابات المستشار المبكرة ومنها كتابه مقدمة في فقه الجاهلية المعاصرة وكتاب تطور الفكر السياسي شايفين العنوان تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع بحث بحث في بدايات التوقع الغربية الذي نغش فيه بدايات تنحية الشريعة هكذا يقول بالحرف الواحد تنحية الشريعة طبعا يقصد الإسلامية عن الحكم والأخذ بالنماذجة الغربية في الحكم وفي كل الماطق الحياة هكذا يمكن النظر إلى تلك الكتابات الإدنوجية الانفعالية كاستجابات متنوعة وردود متشنقة وتأولات متسرعة طبعا سماها الأستاذ سامين البالحة بالفقة طبعا عند الشاب يسير النخط العربي الإسلامي في ذلك حين على تحدي واقعة الحداثة من هنا يمكننا فهم المأزق البقداني الذي وقع فيه القاضي الكانتي طبعا هو يحب كانت أنا سميت القاضي الكانت الكانت السلفي إذ إن وعيه لم يتألف في ظل شروط اجتماعي وثقافية مجتمعية مستقرة لم يكن طبيعيا يعني لم يكن الواقع كانوا الطلب الواقع وهكذا وهذا الأمر طبيعي أن يدخل في هذه الأزمة الروحية والإيمانية وطلع بهذه الكتابات التي تحولت فيما بعد إلى السلطة في الإسلام والدين والتدين واللهود طبعا المنهج النقدي عنده عبدالجواد ياسي نحن من الأخطاء الشائعة في حياتنا الثقافي العربي الاعتقاد أن النظرية دائما تأتي بالترتيب بعد المنهج وأن المنهج هو تطبيق للنظرية يعني فيه اعتقاد عند ناس كثير أنه دائما النظرية ثم المنهج في حين أنه نجد في واقع الخبرة العملية أن العلاقة بين النظرية والمنهج هي علاقة شديدة التعقيد والتداخل والتمازل إذ يصعب الفصل الفعلي بين النظرية والمنهج ولا سيما في الدراسات الثقافية والإنسانية فمن الخطاء الذين أن التفكير النظري يعد طرفا فكريا زائدا على اللزوم لأن ممارسة النشاط النظري لم يكن لا يحصل لو أنه لم يتكن هناك قضايا حقيقية تدفع البشر إلى اللقاء للنظرية وهذه القضايا طبعا كما لاحظنا عند ابن خلدون يعني وعند كل المفكرين في مشكلة حقيقية في الواقع لابد من مقابهته ولابد من عمل منهج لهذه المقابهة طبعا لاحظت أنا من خلال دراسة منهج الأستاذ عبد القواد وتعود أهميته طبعا إلى تقربة حياته أكثر من كتبه إلى منهجه أكثر من مذهبي إلى رؤيته الفلسفية أكثر من اجتهاداته الفقهية يعد باعتراف شريحة واسعة من الدارسين ونقاد المعاصين أهم فكر عربي معاصر كرس حياتي بالفهم العقلاني للظاهرة الدينية في مختلف أبعادها الاجتماعية التاريخية والروحية واللعوتية من وكهة نظر منهجية شبه عقلانية طبعا لأنه حافظ على مستوى من اللقيبية أو من الإدلوجيا حينما ميز بين النص الأصلي بين النص بالوحي من خارج التاريخ وبين النص التدويني أو الاجتماعي أو التاريخي يعني تحدث عن المطلق الذي كأنه يأتي من خارج التاريخ هنا يعني أعتقد خانته العقلانية أو المنهج الطبيعي ودعما أردنا أن نغيم الأهمية المنهجية المشروع المستشار ياسين فلابد لنا من نظر إلى تقييمه في سياقة التاريخة الفعلي ذلك السياقة الذي شكل كامل الوسط الثقافي والعلمي والسياسي والاجتماعي والديني والاقتصادي والحضاري والنفسي وكل ما يتصل باللحظة التي ونشأ وتعلم وفكر وكتف من الأفراد شكل ظاهر اجتماعي هو أيضا الناطق الواعي أو غير الواعي باسم المجتمع الذي ينتمي إليه ومن الخطأ النظر إلى المستشار بمعزل عن الواقع الذي عاش فيه وكأنه نصف يرقب المشهد من ثوق قمة قبل عالي بل يحسن النظر إليه بوصف جزء من هذا المجتمع المضطرب وانتق ما انتق وفتح آفاق ولما كنت قد قرأت من المستشار عن المستشار عبد جواد ياسي منذ سنوات طبعا مضت وتمكنت في مدة التفرغ العلمي بقسم الفتاة في جامعة القائرة طبعا تفرقت علميا 2020 إلى 2023 بسبب قائحة كورونا يعني ما كنت عامين هناك وقرأت له وسمعت عنه وقابلته يعني قرأت أهم الكتاب طبعا الصدف الإسلام لقلت إيه الأول بعنوان فرع العقل الفقه السلفي بين النص والتاريخ والكتاب الثاني بعنوان النقد النظرية السياسية وكتاب الدين والتدين وتشريع ومصر الاجتماع وكتاب اللهوت أنتبولغة توحيد الكتابي وقد استمعت طبعا إلى محاضرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن محاضراتي وكان اللغاء المباشر طبعا أنا قد أشرت إلى اللغاء المباشر بأعلى الأستاذ عبد القواج في الإسكندرية حينما استمعت له وهو يتحدث عن معنى الدين والتدين طبعا لما كنت مهتمة بالموضوع ذاتي الذي تصدى له المستشار العزيز فقد لفت نظري مدخل المنهجي النقدي العقلاني في مقاربة بمقاربة المهمة إدلاحظت أن المنهج الذي ينطوي على وظيفة مززوجة شكلا ومضمونا يعني منهج عبد القوادي ياسين هو منهج مززوج يعني يتضمن وظيفة مززوجة منهج عقلاني مززوجة ممكن تقول مضمونا ووظيفة إذن منهج ينطوي على لحظتين أو بعدين البعد النقدي يعني ينتقد الفقه الفقديم ينتقد التصورات الإسلامية الميتافيزيقية السابقة يعني يعني بقدر طبعا بقدر ما استطاع ثم يعمل على بناء وجهة نظر جديدة يعني سلبي وإيجابي الأول سلبي والثاني إيجابي وهذه من جاو ومن جاو أخرى لاحظ لاحظنا أنه تلك الطبيعة المركبة للمنهج منهج المستشار قالت منه بنيا شديد التعقيد والقمود ومن ثم عسير الفهم والتبسيط والتنقيد إذنه تمكن من القمع بين ميادين فكرية والاجتماعية وأنساق معرفية متنوعة وموضوعات مختلفة القانون والفقر والفلسفة والعلم اجتماع والأنثورجيا والسياسة واللاخوت والعلم نفس والأدب واللغة والتغرافية هو طبعا شاعر وعنده قصيدة جميلة كتبها الوالد والأخلاق والمنطق والتصوف وحينما سألته طبعا عن تكوينه الأكاديمي كانت فرصتي طبعا في الأسكندرية يعني فرصة طيبة أنه سافرنا مع بعض بالغطر من الأسكندرية إلى القاهرة وكانت فرصة أن نتحدث في غضايا كثيرة وسألته حينها عن تكوينه الأكاديمي وصادر المعرفية ومنها قلت كامل أخبرتني بأنه درس القانون في جامعة القاهرة كتخصص رئيسي وأثناء دراسته بالقانون كان يدرس الفلسفة بحث صديد على يد أساتذ الكبار منهم توفيق الطويل عثمان أمين وزكري أبراهيم وأميرة حلمي مطر وزكيا نقيم محمود وغيرهم ومن ثم درس الفكر والفقه الإسلامي وعمل قاضي شرعي من ثلاث عقود من الزمن يعني في القاهرة أعتقد وفي الإمارات وأثناء عمل كاني فكرت بموضوعات كنت به من النظرية الممارسة ومن النظرية الممارسة أستخلص أن أهم مدخل منهجي لدراسة الموضوع الذي ظل يشغله وما زال حتى الآن مدخل منهجي التكامل يتكون من مجموعة من المنظرات الممارسة العقلانية ومنها الفلسفة والأنثولوجيا والسياسة واللاهوت والقانون والفق وعلم الاجتماع وعلم النفس والهرم يصعب رؤية الظاهرة الدينية طبعا الظاهرة الدينية هي بالنسبة لنا في الوطن العربي معقدة جدا يعني معقدة إلى درجة مذهلة وصعب جدا دراستها من وقت نظر أو من مدخل منهجي واحد يعني بوصفها بنية مؤسسية متحددة الأطراف والأنساغ والأنساغ الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والإدولوجية مش استحيد دراستها من منظور منهجي واحد ربما كانت الظاهرة الدينية راسقة القلوب في تاريخ المطموع العربي الإسلامي والكثيفة الحضور في حياتنا الرهنة بكل أبعادها وأنساغها الظاهرة والخفيه التي تطلب معالقتها من عدة منظورات منهجية عقلانية متكاملة كالمنهج التقريبي الاستغرائي والمنهج السنباطي والمنهج القدري التاريخي والمنهج الوصفي وربما المنهج المقارنة أعتقد الأستاذ نادر البلح نادر الحمامي قال أنه ما يحب المقارنة أعتقد هو استخدم المنهج المقارن يعني قارن مع الحداثة قارن مع الإسلام مع اليهودية ومع المسيحية المنهج التقليد أيضا في القرح والتعديل أو المقارنة والقياس والمنهج الحدسي السوفي يعني تحدث عن كانب الروحي والإيماني النص الأصلي والمنهج التحليل والتفريق والترقيب والتأويد يعني هذه العناصر هذا ما يسمى المنهج المتعددة المداخل أو المنهج التكامل على هذا نحو نستطيع التأكيد أن أبرز ملمح من مشروع المحتفي بسبعينية ميلاد ميلاد صاحبه اليوم لما يكون لسه في اكتشاف وغائع جديدة وميادين غير مألوفة في تراسة ظاهر الديني التي حيرت على الإنسان منذ أقدم العصور يعني ظاهر الديني كما تعرف خيرت الإنسان منذ زمن طويل منذ قلقامش منذ قلقامش يعني تعرفوا خصيدة يعني ملحماتك القامش ألا أين أنت ذاهب يا قلقامش ما تبحث عنه أن الخلود الذي تبحث عنه لن تقده إلا للآلة عيش في حظ زوجتك وأولادك وأن الموت مقدر على الإنسان يعني البحث عن الخلود والبحث عن معنى الحياة والموت يعني هي أمر قديم جدا في حياة الإنسان وكما نعرف الصفصطائية ماذا قال عن ظاهر الدينية بورتوكوراس الصفصطائي يعني الظاهر يعني السيد عبد القواد ياسي لم يأتي عندما بحث يعني العلاقة بين الله والإنسان والعالم يعني الناس بحثوا فيها ومثل من المداخل المختلفة بل يتمثل أهمية الإنسان تتمثل في اكتشاف أدوات عقلية ومنهجية جديدة في معالجة ومحاولة تفهمها معالجة الطاقة الدينية ومحاولة تفهمها وتفسيرها يعني هذا السبب استخدم هذا الانتمام من كثير من الوقفين العرب في اكتشاف أدواء عقلية ومنهجية جديدة في معالجة ومحاولة تفهم هذه المشكلة مشكلة مشكلة تطور المعرفة مشكلة تطور الدين مشكلة أيضا هيمانة الدين هيمانة السياسي على المقدس يعني استطاع أن يبدع مفاهيم جديدة الدين والتدين والديانة والعقل والإيمان والتشريع والاجتماع والواحد والكثير والواحد المتعدد ولم يختلع طبعا هو لم يختلع السلطة في الإسلام أو الفقه والفلسفة والله وتغير ذلك من الموضوعات التي ترسل وفسرها في مؤلفات إنما لم يكتشفها ولا باختراعا بل هي واقعة وظاهر اجتماعية وموضوعية موجودة لا دخل له ولا لنا في وجودها كل ما فعله هو بإزاة هو أن تمكن من اكتشف الأداء العقلية والطريقة المنهجية التي مكنت من رؤيتها ودراستها بأسلو مقترب ورؤية منهجية جديدة أكثر نفاذا وحيوية في الصبر قورة وهذا نفهم معنى عبارة الفلسوف البريطاني فرانسيس بيكون عن المنهج الذي ينير طريق الباحثين للوصول إلى أهدافهم فالمنهج كما أكد فرانسيس بيكون هو النور الذي ينير طريق السائرين في إرحاب المعرفة العلمية حتى الأعرق الذي يمتلك منهجا يسبق سليم القدبين إذا لم يصير إذا كان يصير في الظلام أي بل منهج فكيف نظر المستشار عبدالقواد ياسين إلى الدين والتدين من منظور المنهج العقلاني هذا ما السوف طبعا هذا هو الذي بحثنا فك يقول أستاذ عبدالقواد ياسين في سيرة الذاتية بالحرف الواحد ظهر أمامي فيما يشبه الاكتشاف هكذا بالحرف الواحد يقول ظهر أمامي فيما يشبه الاكتشاف منظومة التدين التي نتدين بها الآن لا تشكل في خلاصات الوحي المطلق أبدا بل من معضيات التاريخ الاجتماعي في القرون الحيجرية الثلاثة الأولى وفي مقدمة حركة الصرع السياسي وإن هذه المنظومة لا تتعاطف مع الإنسان من حيث هي في مجملها مخاصمة لفكرة الحرية والعقل يعني هو اكتشف في لحظة طبعا بعد هذه الأزمة الروحية التي حصلت له في البداية في لحظة السلفية والدعوية المتزمتة وصل يعني طبعا ساعدة أعتقد دراسة للفلسفة الساعدة للأستاذ طبعا كم زملاء كم زملاء مع ولده في قبل سبعين سنة مع الأستاذ يعني لا أحدث معهم يعني هو الوحيد الذي فعلا استطاع يعني يقع من هذه المعرفة التي تعلمها ذات قيمة وقدوة ونحن الآن نناقشها يعني كنا وصل إلى لحظة اكتشاف المعنى أنه هل هذا الدين هو السأل نفسه هل هذا هو الدين دين الإسلام الحنيف دين العالم دين الرحمة والعلم والأخلاق والإنسان العالي والأخلاق المتكاملة مش معقول هو وصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا الدين الصحيح لكن هو التدين هو التدين اكتشاف أنه هذا هو التدين الذي حصل الذي تم صناعته في عصر التجوين بعد ثلاثمائة سنة اعترض من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لقد لعبت الأصولية دورا في هذا اكتشاف هكذا يقول الحرف الواحد لقد لعبت الأصولية دورا في هذا اكتشاف دورا تحفيزية لفضول العقل والرؤي فهي بإداءها الذي صرت أعرفه قدمت النموذج العملي لأسوأ لمنظومة التدين النموذج العملي الأسوأ لمنظومة التدين وساعدت على السنفار رؤية الداتية لمعنى الدين والتي عاودت الصعود على السطح الوعي لاحقا سأشبه هذا الدور بالنسبة لي بالدور الذي لعبته الكنيسة الغربية بالنسبة للتنوير الحداد دور المثير السجالي الذي أفرز السمامة في الدين ودفع الموضوع يعني هو يتحدث عن لحظة السلفية أو لحظة الحالة الإسلامية التي دخلها كبداية حياة وأعتبرها أنه هي التي كان لها الدور في تحفيزه إلى معرفة الدين الحسرين إلى معرفة التفريغ بين الدين الحقيقي أو الوعي أو النص الأصلي وبين النص التاريخي أو الاجتماعي واللي فتح طبعا فتح دهنو على هذه المشكلة مشكلة الفرق مشكلة الفرق بين الدين والتاريخ طبعا لاحظت أنا طبعا هو أنه ما ألف حق يعني الأسئلة اللي فعلا قابها قابها الأستاذ المستشار هي أسئلة قابها كل إنسان يعني نحن الآن مثلا بعد 1400 سنة نحن في اليمن مثلا عدنا إلى اللحظة القرشية عدنا إلى اللحظة السرع علي ومعاوي الآن طرف عرايات بإسم علو بإسم معاوي بإسم الحسن وإسم زيد يعني ما الذي يعني يعني جعل هذا التنوع الطائفي عند العرب كارثة كارثة مستطيلة يعني شر المستطيل بينما مثلا التنوع التنوع الديني في الهند مثلا أكثر من 2000 إلى أكثر من 2000 إلى أنا طبعا كتبت مرة عن مخاطر الهويات الطائفية القاتلة يعني في الهند أكثر من 2000 إلى مو طائفة يعني وعذا لك تتعايش أعتقد أنه السياسة يا أستاذ طبعا أستاذ عبدالقواد هي السياسة هي الأساس التنوع موجود في كل مكان أعتقد ليس المسألة الدينية ليس المسألة الدينية المسألة السياسية خالصة السياسة في تاريخ العرب المسلم هي التي وظفت الدين وليس متفق معك أنه في البدء كان النص في البدء كان السيف في البدء كان الفعل يعني دائما النص لا يمكن أن يتكلم يقال دائما أنه صدت الكلمات ليست في ذاتها صدت النصوص ليست في من يتكلم بها ليس في البدء كان النص ليس في البدء كان الكلام في البدء كان الفعل في البدء كان السيف في البدء كان الحركة يعني لهذا السبب لاحظت أنه في في قياب للمنهج العقلاني في قياب حينما تناقش القضايا مثلا هل هل المشكلة هي دينية اعتقد أنه الأديان في كل العالم يعني في أديان أكثر من الهمت ومع ذلك متعايشين ودولة ويعني في عندنا مشكلة حقيقية أنه الدين السياسة هي توظف الدين توظف الدين لهذا السبب أنا أقتلح طبعا يعني ما بدي أطيل عليكم مش عارف كمان من الوقت ما زال عندي أستاذ أيمان هلو كمان عشر دقائق زين ماذا عندي عشر دقائق أقول أنه أنا أقول وهكذا وصلت إلى نتيجة أنه لابد من أعاد التفكير بالعلمانية بعيدا عن المنظور الإدليجي الذي يشوش معنا التقني الحقيقي بوصفة تقنية سياسية ناجعة يعني بوصفة تقنية سياسية ناجعة مجربة مختبرة عبر ثلاثة قرون من التاريخ السياسي للدول الحديثة كل الناس عندهم أديان نعم لسنا وحدنا كل الناس متدينين بس قربوا أنه أفضل شيء لحل مشكلة السياسة كما أفضل شيء لحل مشكلة السير قطع المسافة هو السيارة والطائرة هي تقنية يعني تقنية تحفظ الدولة وتحمل الناس من بعضهم البعض يعني هي العلمانية مش إدلوجيا ولا أي علاقة كل الناس يصلوا بأمان الله في كل الدول العلمانية ما فيش مشكلة بعد الأديان أو المعتقدات أو شيء يعني قصري أنه نابت من التفكير بالعلمانية بوصفة تقنية تقنية السياسية لحل مشكلة لحل مشكلة يعني دول كثيرة خبرتها في أسيا وأفريقيا وفي مجتمعات السلامية من ماتر المجتمعات ومنها ماليزيا وأندولونسيا وتركيا وباركستان وغيرها إن الفصل بين المجال السياسي والمجال المدني يستلزم بالنتيجة استقرار للمجال الديني عن هيمنة السياسي وبهذا تكون العلماني ليس كما جرأوا يجير تصويرها وصفة ضد الدين وتدين بل هي في حقيقة الأمر تحرير المقدس من تبعيته للمدنس والسعادة الوحى الدين الإسلامي الإنساني الحنيف الرحيم الذي جاء رحمة للعالمين مؤتمما من مكارم الأخلاق بما يحمله من تعاليم وقيم إنسانية السامية كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكروا أنت وقعلناكم شعوبنا قبل التعارف يعني التعارف ليس قتال ليس الذبح ومن الأخطاء الشائعة طبعا من أخطاء الشائعة أنا من خلال غراءاتي أنه فكرة الطبيعة المدنية والسياسية للكائن البشر الذي نسبت إلى فرصه ووصف الإنسان كائن مدني بالفطرة وعاد ترديدها ابن خردون أعتقد أحد الأنطلوبين اسمه الفيرسون في فرنسيا زيفنتان توردوف في كتابه الحياة المشتركة عام 1995 وصل إلى نتيجة دحظ فيها فكرة الطبيعة الاجتماعية للإنسان كتب إن المجتمع في الإنسان في ماذا يعني بالضبط هذا القول؟ أن الإنسان كائن اجتماعي وفي السياق بحثه عن الإجابة الممكنة إلى إن الإنسان كائن أناني ونفعي محط ويهيمن عليه حب الذات والتفرد والاستحوال وإن اجتماعيته ليست طبيعية فطرية بل هي ثقافية مكتسبة بفعل الضرورة للقاهرة التي جعلته بحاجة إلى وجود الآخرين يعني الإنسان لو أخلي بينه وبين ذاتي لتدمر الدنيا هذه الفكرة التي أسست طبعا لمشروع الحداثة القربية فهمنا طبيعة الإنسان الإنسان بطبيعة كل إنسان أناني ويحب الرغبة وصاحب رغبات وشهوات ويحب ذاتي إذا ما دام كل إنسان يحب ذاتي ويحبه يعني إذن لابد أن نعمل قانون للجميع يعني تقمليه الجميع طبعا أنا لاحظت أنه من خلال قراءتي طبعا للدين يعني في آية قيارة حياتي وإن شاء الله تسمعون فأما الزبدة فيذهب كفاء وأما ما ينفع الناس فيهم كثف القرب الراعد 17 منذ أن سمعت المغرأ الأزهري عبد الباسد عبد السمد يقرأ هذه الآية من سورة الراعد بصوته الشيقي طبعا زمان عبر راديو صوت العرب أعتقد من القاهرة وأنا في السن المراهقة حينها ربما منتصف سريعنات القرن من ذلك لحي تغيرت وكهة نظري من دين الفقهاء وحاضي السلاطين الذي يكرسون القهل والخرافات والأوهام والأكاذيف في اعتقال الحياة والعقل والإنسان فهمت المعنى الحقيقي للدين بوصفه وصفه قال من أجل نفع الإنسان وهكذا قال سبحانه وتعالى ما ينفع الناس لم يقول ما ينفع الله أو ملائكته أو الأنبياء الله قال ما ينفع الناس فيمكث في الأرض النافع بمعنى يسهل حياة الناس ويجعلها أحسن وأيسر وأطيب وأريح وأجود وأقوى وأقدر وأرفع ولس هناك ما هو أعظم من العلوم الطبيعية والإنسانية نفعا للناس القاطرين هنا على كوكب الأرض المذكور في الآية الكريمة ما ينفع الناس فيمكث في الأرض ما قالش يمكث في السماء ولا بالجنة ولا بالنافع خلاصة كل معنى وتفسير عقلاني سليم للقرآن الكريم في حيث ما ترى الشيء ينفع الناس بحياتهم هنا في هذه الدنيا الأرضية فأعلى منه طيب الكهرباء والماء والسيارات والطائرات والسفن والإدارات والقسور والتليفونات والأنترنت وكل ما استفد منه طبعا الناس في حياتهم وسحل طريق حياتهم يعني بما في ذلك الأشياء التي موجودة في الطبيعة لكن العلم غير حياة الناس وطول أعمارهم وعالق أمراضهم يعني هذه الأشياء هكذا السؤال القدير بالطرح ونحن في عتبات عصر الدكاء الصناعي هو سؤال التعايش إذ بات سؤال الملحن تعايش كيف ممكن تتعايش الأديان كيف ممكن نعيش في هذا العالم أنا استمعت الدكتور السيد عبداللوادي يقول لنا نحن بأمس الحاجة أن نتحدث طبعا نحن لابد أن ننتقل إلى المجتمع الحديث لابد أن ننتقل إلى المجتمع الحديث شأنها أبينهم لابد أن نمتلك ناصية العلوم يعني لكل عصر من العصور وسائل حتى وسائل مقاومته وسائل حروبه وسائل قوته يعني لابد أن نمتلك هذه الوسائل يعني مثلنا مثل الشعوب والأرض كما كانت عندنا وسائل الصراعات القديمة وتفوغنا فيها السيف والساعد والسيف والرمح يعني والحشد الديني الآن اختلفت اللعبة اختلفت اللعبة في العالم بحاجة إلى العلم أساسي الإدارة الدولة القوية شايفين ماذا عملت السراعي يعني فكرت الناس هم آمنين في بيوتو يعني كيف ممكن تقاوم هذه كيف ممكن تقاوم هذه هذه القوى الجديدة فعلاً ونحن ما زلنا نتحدث عن الحسن والحسين والقربلة والمعارك القديمة جداً طبعاً أنا هذه احتفالية وأنا أبعثت الوراء حوالي عشرين صفحة لأستاذ الدكتور جمال إن شاء الله يعني نتفي بالقرض وكل عام ونتبه خير أستاذنا العزيز عبدالبواد ياسين عمرو بديد وإن شاء الله وصحة حديد ومستقبل مجيد ونشوفك دائماً وشكراً جمعتنا وفتحت آفاتنا وصلت الرسالة ووصلت الرسالة وبدأ العقل يفكر في الموضوعات شكراً جزيلاً لكم وشكراً أستاذ إيمان وشكراً أستاذ جمال بن عمر بحكة خذكم الرحمن الرحيم جمال بن عمر نرجع للأصل العربي شكراً الدكتور شكراً دكتور قاسم شكراً المخاضرة بتاعتنا بها وأنا منتظر أقرأ الورقة كمان إن شاء الله لما نشر طيب إحنا معنا مشاركين محمد صلاح سبق المرة دي أشرف فهناخد محمد الأول محمد أما بأن ميوت جمال أنت مانع صوتك أنت ميوت يا جمال من هو جمال أشرف لحظة واحدة كانت ممنوعة آآ كانت ممنوعة أشكرك على هذه نعم أشكر أشكر سيادتك دكتور قاسم على هذه المخاضرة القيمة وأحب أشيري أو أعمق نقاش في نقطتين سريعتين النقطة الأولى حضرتك استعملت مصطلح شبه عقلاني فأنا كنت بتساءل في ضوء فكر المستشار عبد الجواري ياسين هو نعم أعطى للمطلق حضوره خارج التاريخ في ذاته لكن المستشار عبد الجواري ياسين فرق بين حضور المطلق في ذاته تاريخ التاريخ وبين حضوره أو بين حضوره في العالم حضوره في الذات الإنسانية يعني المطلق عند عبد الجواري ياسين حاضر بما لا يمكن إنكره في الذات الإنسانية فهل يضاد شيء من العقلانية أن نقول مثلا أن المطلق الذي تشعر به الذات الإنسانية هو بمنأة عن أدوات الاجتماع والانسبولوجيا. اعتقد ان عبدالجور ياسين يريد ان يقول ان المطلق شيء غير موضوعي. لا يمكن اثباته ولا يمكن نفيه بادوات الاجتماع وبادوات العلم وبادوات الانسبولوجيا. لكن هو حاضر في الذات الانسانية. فما تعليقكم على هذا دي. هذه النقطة الاولى يعني. النقطة السانية سريعا. اه حضرتك قلت وده اه فعلا انا متفق جدا مسألة تسيس اه الدين. وحضرتك اه اه ضربت مثالا بالهند. وكيف ان هناك لها عدة يعني. وهناك تعايش في الهند. لكن انا ترى ايضا استاذنا ان اه طبيعة فهم الدين نفس. طبيعة فهم الظاهرة الدينية. يعني في ضوء فكر المستشار ايضا. ان في الهند مسألة لا ثنائية ذات الموضوع. تشي بقبول التعددية اكثر. يعني هناك الله والعالم. اه Wallah والعالم والانسان. شي واحد. وحدة وجود مطلقة. يعني طبيعة مفهوم الوحي ومفهوم النبوة مختلف تماما عن ديانات الشرق الادنى التي انبثقت منها الديانات الإبراهامية. فهل تعتقد حدا تكفي ضوء فكر المستشار ايضا ان طبيعة الديانة نفسها او طبيعة التدىيو النفس الليه اثر في اه قبول او عدم قبول مسألة التعددية او في امكان تأسيس او عدم تأسيس الدين وشكرا جزيلا شكرا يا محمد خضر الدكتور شكرا السيد محمد صلاح وموضوع طبعا سهل سؤال مهم جدا وكنت اتمنى ان يكون معنا لسعارة المستجهر عبر الجواد ياسين لانه في سؤال السؤال الاول هو يخصه يعني تمييز بين المطلق والجوهر والوحي والنص الاصلي والنص التاريخ وميز بين الدين والتدين يعني ممكن تفهمها كده بين الله سبحانه وتعالى او الوحي وبين المطلقي وبين النص الاصلي وبين النص التاريخ النص التدوين بين الدين باعتباره مقدس واخلاق وايمان وبين الدين باعتبار التشريع واكتباع وإيجابها يعني يحل مشكلات العرب اعتقد انه بالنسبة لوقات النظري ووقات النظري من لوقات النظر الفلسفية لا شيء يأتي من خارق التاريخ ولا شيء يخرج من التاريخ هو التاريخ ونحن كائنات تاريخية نعيش التاريخ كما تعيش الاسماك في البحر يعني اعتقد المطلق او القيبي اللي هو وظيفة طبعا وظيفة يعني ممكن ندرس يعني ما هي وظيفة المطلق ما هي وظيفة القيبي يعني من هكذا نكون عقلانية عقلانية الاسد عبد القواد هي من انه اعطى للمطلق وظيفة وظيفة يعني مثلا تخويل في الناس إذا لم يخاف إذا لم يخاف الناس من شيء طبعا أنا مع فكرة يعني إذا لم يكن الله موجودا لخلقنا يعني الله له وظيفة الله له وظيفة أساسية في حفظ الخيار يعني في غلوب البشر يعني الناس يخافهم يعني بالطبيعة الإنسان الإنسان ممكن يكون حيوان خطر كدا نحن طبعا في اليمن لنا بتقربة أنا أقول عشتها بتقربة الدولة الاشتراكية في الجنوب اليمن كان الإيمان ضعيف يعني كان بلوقة الدولة الاشتراكية ماركسية ما كانش يؤمنوا بالله ما كانش إيمان شديد لهذا السبب كان القتل يعني يقتلوا بعضهم للبعض بكل ضمير حقيقي بكل ضمير فرح يعني بدون حساس بالتأنيم بالضمير بدون خوف أعتقد مسألة أنه الناس يخافوا يعني خافوا يعني وأعتقد في أسطولة أسطولة كيركيش في جمهورية أفلاطون لو حد قراها أسمى أسطولة كيركيش قرأ أسطولة الكهن يعني الرعي اللي اكتشف الخاتم وكان كلما دور الخاتم يختفي ثم ما الذي عمل لحن ما يختفي حن ما يختفي الرعي عن صحابه عمل إيش عمل راح اتفغ مع زوجة الملك على أساس قتل الملك وتزوج إذا لم يخاف الإنسان من شي لم يخاف الإنسان من شي لا من الله ولا من قانون كارثة بيعمل كل ما بدأ يعني هذا السبب الخوف يعني فيه راتع أعتقد في الدول العلمانية فيه خوف من القانون فيه كل شي له حدود يعني الواحد يعني تصرف بخوف شديد من القانون إنه لو عملت كذا بقى أروح فيها لو عملت كذا بقى أتفع كذا بقى تكون قر لهذا السبب الناس بقى أمس يعني في المجتمعات العربية الإسلامية لو لو فعلا دعوة الدعوة أنه دعوة إلى أنه ما فيش مطلق كارثة يعني كيف الناس يعيش في الوضع متخلف جدا وما فيش وعد بالجنة والحياة الأخرى يعني الوعد هذا اللي يبغي الناس على أمل وعلى سلوى ومنحهم أنا مع فكرة أنه الأستاذ يعني يستخدم هذا التمييز من أجل أنه أيضا الناس يعيشهم من أجل أنه يكون عند الناس أمل في الحياة ويستمر للحياة لأنه الوضع صعب جدا هذه وحدة ثانيا التنوع أنا مع فكرة فكرة أنه الثقافة طبعا الدين هو جزء من الثقافة الدين هو جزء من الثقافة العامة يعني من البرا دائم العام لتوقع الشعوب لو طلعها بالناس في دراسات حديثة عن التنمية يعني الناس أندهشوا لماذا صعدت الصين يعني ليس عود الصين فقط اقتصادي أو علمي أو تقني أو الصين تولى يعني أعتقد هي خمس العالم السكان أكثر من المليار ومع ذلك صعدت خلال سنوات أعتقد ليس صعدت مثلا دول شرق آسيا ليس تصعد في العامل الثقافي مهم جدا العامل الثقافي أما يكون حافز يعني منذ السعادة اليابان اليابان مثلا يعبده الشمس العمل مغدس أعتقد الدين الدين بوصفه الثقافة يا أما يكون دافع للعمل والعقل والنظام أو الأخلاق يا أما يكون قاتل مثلا نحن في ديننا للأسف الشديد نحتقر العقل صح؟ نحتقر المرأة نحتقر العمل القسدي نحتقر الدنيا يعني ما تسواش كناح بعوضه على واش واحد يبدي يقتل حاله على واش واحد يشتغل على واش الواحد يفكر سخرهم الله لنا على واش يعني ما دام الله سخر الآخر لنا والعلم محقم وكل وكل ونفتفع بهم على واش نتعب في السلام هذه الثقافة مدمرة ثقافتنا اللي طبعا هي يعني متداخلة مع الدين تدمر تدمر لكن أعتقد الثقافة في الهند وفي الصين وفي جنوب شرق آسيا المختلطة بالدين مثلا نحن نعرف الدين الكنفوشيسية والبودية يعني يقدسوا الحياة يعني الحياة لها كيمة يعني تكون الثقافة دافعة للعمل دافعة للبناء دافعة للتنمية وفي ثقافة مدمرة وتبحث عن الآخر فقط وشكرا جزيلا أشكرك دكتور شكرا 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 طيب هناخد أشرف وبعد كده هو جلال غالبا مش عارف يرفع ايده فهناخد أشرف وبعد كده جلال مساء الخير على الجميع وآلف شكر لدكتور قاسم مع المحاضرة الجميلة الرائعة وسؤالي عايكون للدكتور قاسم جاي من عنوان المحاضرة اللي هو عبدالجوالد ياسين والفاهم العقلاني للدين هو فعلا مقح وجنة للفاهم العقلاني مش بس للدين كل حاجة في حياتنا يعني الثقافية وكده لأن أنا شايف أن الفاهم العقلاني ده اللي عكسه هو الفاهم الأيدولوجي إحنا عندنا يعني إحنا شعوب يعني مقرمة بأدلاجة أي حاجة وكل حاجة مشكلتنا مثلا مع الدين هي أدلاجة الدين إسلام السياسي ده نعم يعني شكل أو شكل أدلاجة 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 عندنا فخلاص مش عايز يسمع حاجة غيرها وبيخدها بقى ويتير وهي دي كل حاجة في الدنيا وما بيحاول ش يسمع أي حاجة أي رأي مخارف أو مضاد وخلاص أنا كده أخذت الكلمتين اللي أنا تعلمتهم وأقفل وما تعبش نفسي أن أفكر في حاجة تانية أو أعمل عقلي في أي شيء تاني فده فوقت نظري وبسأل دكتور قاسم أنتفق معي أو لي رأي تاني في كل الموضوع شكرا 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 دكتور ديك تعقيب ولا ناخد شكرا هو سؤال المهم جدا يعني هو يقول أنه لماذا نحول كل شيء إلى إدلوجيا وإلى زعيم مثلا أعتقد البنية الدينية البنية البنية الثقافية العربية البنية دينية يعني أنت أنت ما سألت نفسك يعني واحد في وسط القاهرة في القرن الواحد والعشرين يعني بعد الثورة بعد ما ولدت الثورة في سنتين أو عشر سنوات يعني ينتمك في الموقف الأسلاء في اللحظة الإيمانية يعني هذه السيطرة المؤسسة إلى درجة متلخاء إلى درجة خالقة حضور المؤسسة الدينية بعد أن قلقها الشافعي في أربع في أربع مصادر القرآن والسنة والإجماع والقياس قلقها العقل ما في شوء أي دور العقل في الثقافة الإسلامية العقل هو فقط التكيف العقل الأخلاقي هو من العقل اللي يربط العقل يربط الهوى ويضبط الإنسان ويخليك عقل مطيع ما خليك مع الناس يعني العقل عندنا وفيفة العقل ليس النور الداخلي ليس التخيال لهذا أعتقد الطبيعة الدينية للثقافة العربية الإسلامية جعلت مثلا من كل فرد زعيد جعلت مثلا من كل مفهوم وإدلوج يعني تصور فعلا أنا لاحظت حتى الاشتراكية عندنا مثلا الماركسية الماركسية تحولت إلى دين الحكم تحول إلى دين أنا كنت في العراق أيام صدام لا حياة بدون شمس ولا عراق بدون صدام منك العطاء ومنك الشكر يعني تأليه تأليه الإنسان هي ثقافة دينية لأنه حسب انقلاق للحق يعني الشافعي للأسف الشيء أو الفقر قلقوا العقل ما التفكير عند العقل العقل ما لنش أي دور في الثقافة العربية الإسلامية بعد الشافعي شكرا جزيلا شكرا دكتور جلال لو تحب تشارك ممكن تفتح المايك لأنه هو كتب في التعليق بس مش عارف يرفع جلال ممكن تعمل لو تحب تشارك نعم جلال الصوت بعيد الصوت بعيد صبر جلال الصوت بعيد جدا يتكلم هلأ واضح الآن الآن نعم الآن مساء الخير دكتور قاسم السيد للأفراد أتوقع معظم النقاط التي تحضرت شرطها بالمحاضرة طبعا أحب أشكرك على هذه المحاضرة القيمة كنت أشرت لها في مقالك الماركسية والدين من منظور نقدي جديد نعم جلال نعم السؤال اللي حاب أسأله هل هذه الإشكالية أو هذا المنظور تكمل لدينا بعودة الدين لشكل من أشكال الميتافيزيقية أو الميثولوجيا في تعزيز موقفها السياسي شكرا شكرا جلال الدين سالم هذا طبعا صديقي جلال الدين سالم هو صاحب مقلة عنده مقلة ممتازة جدا مقلة فكرية من الأردن الحبيبة اسمها قمران أو قمران قمران صح؟ قمران من نسبة إلى مخطوطات قمران البحر الميت نعم يعني مقلة مختلفة ودائما يشل لمقالات مهمة وانشرت عنده فلسفة الدين عند ماركس كارل ماركس من منقر قدين أعتقد أنه نحن أكثر شعوب الدنيا محتاجين إلى فلسفة الدين مخطوط تدرس في كل الجامعات لأنه أصلا نحن مجتمعات دينية يعني لابد أن نفهم ما هو هذا الدين يعني الفلسفة أصلا دائما تحضر الفلسفة حينما تكون فيه موضوع يعني الآن مثلا مزدهرة جدا في العالم فلسفة العلم بعد أن ازدهر العلم وصار مؤثر جدا في حياة الناس ازدهر يعني صارت فلسفة العلم أهم فرع من فروع الفلسفة في أوروبا وأمريكا والدول الأوروبية كثير فلسفة العلم صارت هي الكلمة الأولى في العالم نحن فلسفة الدين محرمة لا فلسفة لا عقلية ولا لاوتية ولا دين نحن بأمثل حاجة يعني لهذا السبب أنا متفاعل جدا مع الإستاذ عبد القواد ياسين وفتح آفاق جديدة مع أنه ما يحكي صراحة أنه في فلسفة الدين أنا كنت أدرس فلسفة الدين في جامعة عدن بس كنا نغلق الأبواب والنوافذ بحيث أنه ما في حد يسمعنا خارق القاعة كنا نخاف فلسفة الدين ما زالت يعني محربة يعني لهذا السبب نحن بأمثل حاجة أنه فلسفة الدين بقلنا يعني ما هو هذا الدين وما هي علاقة الإنسان بالله يعني زي ما عمل أسبينوزا زي ما عمل نيتشا طبعا نيتشا الذي أكتشف أكتشف سقوط الأسلام وما وراء الخير والشر يعني حتى نيتشا كما تعرفوا نيتشا ما قال أن الله مات أبدا هو أكتشف موت الله في قلوب أهل زمانه يعني موت الإيمان الآن فعلا لو تلاحظوا بعد ذكاء الاصطناعي في ناس كثير بدأوا يفقدوا الإيمان خطر جدا إذا ما فيش ما فيش ثقافة جديدة تنمط أخلاق إنسانية بدل أخلاق الدينية في الواقع العربي فتحصل انحلال وتحصل كوارث لابد من بديل يعني الإلحاد مش حل لابد من بديل أخلاقي وإيجابي وإنساني يحل ما حل القيم القديمة وأهلا وسعلا شكرا دكتور جميل واضح أنه عايزي نعرش تفضل جميل تفضل يا أستاذ ليس للمزاودة على الدكتور قاسم ولكن يعني أود أن استحضرني وهو يتحدث عبارة دستو فسكي من روايتي لك وكرم زوف حين قال إن لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح شكرا أستاذ جلال لا مو هكذا مو هكذا لا لا اسمحيني لأن الناس يفهمو لم يقل كل شيء إن لم يكن الله موجودا لخلقنا قال هكذا بالحرف الواحد يعني ليس كل شيء مباح يعني فيه كثير من الدول مثلا ما عندهم إله عام مرتفع مثلا في الصين ما فيش إله متعالي في اليابان ما فيش إله متعالي يعني فيه إله الأرض في إله يعني الحياة يعني ليست بهذا المعنى في ناس عندهم قيم راقي جدا وما يؤمنوا بإله متعالي أو مطلق أو في السماء يعني لهذا السبب لابد أن يعني أنا دائما أقول أنه الأخلاق عشان نعرف أخلاق مجتمع أي مجتمع أي دولة مزدهرة أو منتصرة أو قوية فهي مبنية على قيم أخلاقية يعني انتصار الأوروبا الغربية أو انتصار الصين أو انتصار أي دولة مثلا انتصار الأمريكا حتى انتصار على العالم هي بدون أخلاق لو كان أخلاقها منحطة ممكن تنتصر ما فيش حد حتى الإنسان الفرد لو ما عنده أخلاق بيكون لا يمكن أن ينتصر على أحد القيمة هي منظومة القيمة الأخلاقية ممكن تكون دافع قوي للقوة والمنعة والازدهار لهذا السبب من العيب أن ننعت ناس أقوية ومزدهرين ومنتصرين بأنهم بدون أخلاق فضل السد وطبعا أنا لازم أنا ناغش بالرغم أننا النهارده يوم الجمعة والأستاذ محمد عيسى الدكتور محمد عيسى نحن بنعذبه لأن الوقت ده وقت الصلاة في شيكاغو وهو بيدخل ويخرج معانا عايز يسمع ويكمل معانا أنا عندي مداخلتين المداخلة الأولى تخص الندوة وموضوع الندوة اللي هو الفهم العقلاني للدين عند عبد الجواد ياسين وتناول الدكتور قاسم له الجزء الثاني هو منهجية دكتور قاسم يعني في عرضك لعبد الجواد ياسين والنازع العقلانية عنده أنت صارت مراحل التفكير عنده يعني صارت مرحلة لأنك أنت كنت مستغرب أنت كأستاذ للفلسفة مستغرب إزاي هذا الشاب الذي أتى من أسرة لبرالية ودخل وتخرج وأصبح وكيلا للنائب العام يتحول إلى سلفي هذا الجزء شدك لكن ما افتقدته في مداخلتك هو تحليل عناصر العقلانية دي عند عبد الجواد ياسين يعني إحنا ذكرنا مراحلها ذكرنا أشكالها ذكرنا حتى بعض المؤلفات بتاعته الأساسية فيه لكن مهم جدا نشوف بنية العقلانية ذاتها يعني ننتقل درجة أعمق شوية إلى بنية تركيب العقلانية عند عبد الجواد ياسين وعناصر اللي كي نبني على المستقبل لأنه مش القضية يا جماعة مش إن إحنا نعمل موسم على عبد الجواد ياسين ونعمل عبد الجواد ياسين شيخ بقبة وندر نلف حواليه لا ده داي موت عبد الجواد ياسين لكن اللي إحنا بنعمله هو محاولة التفكير نقديا في خطابه لكي يستمر هذا الخطاب وينبت ويثمر مع آخرين في المستقبل لذلك مهم جدا إن إحنا ندرس العناصر دي وده سؤالي للدكتور قاسم إن يحاول إن هو سواء النهاردة أو في قبل الأيام يعني نقطة جانبية تانية الإيميل اللي إنت بعدته برضو نفس الحكاية لأنك أنت تقريبا بعت لينك على ماكروسوفت الفايل فيارد تنزله كفايل عندك على الكمبيوتر وتبعاته كاتتشمنت لأنه برضو ما فتحش لازم أن تكون عامل حساب على الأونلاين عندهم عشان يفتح معك وكده يعني مهم الجزء الثاني بقى أنا سمعت سلسلة من التمنيات والرغبات وبسمعها دايما من الدكتور قاسم إحنا ليه كده وليه ما نبقاش زي أوروبا ولا حتى الصين ولا حتى الهند اللي هي إيه يعني كانت محتلة حد 47 يعني وهكذا فأنا بشوف أن التمنيات دي بتنطلق من نقطة أساسية لازم أن ننقودها اللي هي بتقوم على وحدة المصير الإنساني بمعنى أني لو البشر كلهم زي بعض طيب إذا كانت أوروبا تحررت وعملت وكده طيب إحنا ليه من إذا كانت فلسفة العلم هي المتسايدة هناك طيب ليه إحنا ما نبقاش كده تفسير الدكتور قاسم قال عشان إحنا إيه الدين والأمة الفكر الديني مسلطر عليها وخصوصا إيه القواعد اللي قاعد بيها الشافع ديها الإجابة أنا بطرح تساؤل حول هذا هل يمكن أن تتسع الأمور لأن تجربتنا إحنا التاريخية قد تختلف عن تجربة الأوروبيين التاريخية هما برضو كان عندهم الدين وكان عندهم سلطة الدين لكن من أول داع حركات الكشوف العلمية والإصلاح الديني وحتى التصنيع والعلمانة وكل دية أمور غيرت من داخل يعني هما مشوا مشوار إحنا لم نمشي هذا المشوار مفكرين وباحثين دفعوا التمن إحنا ما دفعناش التمن فعايز أقول إن إحنا إيه محتاجين نتعامل مع واقعنا ولا نبكي فقط على أننا لم نصل إلى الآخرين لأن دا لن يغير كثيرا من الواقع قد تكون رد فعل الصين اللي هي كانت برضو محتلة نتيجة لطبيعتها الثقافية مختلف عن إيه؟ عن رد فعلهن قد يكون رد فعل الهنود على الاستعمار والاحتلال يعني إنجلترا محتلت الهند قرون قرنينه أظن نقطتي الأساسية أن هناك معوقات من داخل الثقاف بتاعتنا محتاجين نركز عليها وليست الرؤية الدينية فقط الرؤية الدينية والخطاب الديني هو مجرد خطاب ضمن خطاب عام لما بيكون مأزوم لما بيكون متخلف الخطاب العام الخطاب الديني بيبقى متخلف الأغاني متخلفة أسليب الترفيه بيبقى متخلفة يعني هناك حالة تخلف عام خطاب الديني الوحده جزء منه لأن ديها تعمل يعني إحنا ممكن نفرد لها ندوة في المستعبل إنه اختصار الموضوع في الجانب الديني فقط مش عايزة أقول بيسطح الأمور لا بيخلي عندنا وعي زائف بالواقع فنظل نتعارك وندخل معارك لكن يظل الواقع كما هو لإنه بتحكم القوانين أخرى بس بجرد إننا بحاول نغش مع دكتور قاسم لكي نستفيد منه أكثر مما عنده خصوصا في الجانب التاريخي شكرا شكرا أولا ربما وقت في الورغة ورغة في أشياء زي ما أشرت حضرتك ربما وقت في أعمق من ما قلته أنا طبعا يعني الوقت ما يسمح غراءات كل ما قلتك ربما وقت في توسيع أكثر في عناصر العقلانية عنده في مشروع الليكتور عبدالجواد ياسين لكن أنا أنا لم أقول السبب الديني أبدا أنا أقول أنه التنوع الديني طبيعي جدا والتنوع هو يعني هو طبيعي وثري ويكسب الشعوب يعني حالة صصبة جدا للمشكلة في السياسة نحن السياسة وظفة الدين يعني الدين هو فيه مسلمي في العالم فيه أكبر دولة إسلامية أندنونسيا لا عنده مشكلة أندنونسيا هي أكبر دولة إسلامية صح دولة تيبش في ثلاث ساعة والحضارة والحضارة عرب ورؤساء ووزراء елич يعني ما المشكلة هل المشكلة في العرب في الكنس العربي هل المشكلة في دعوة أمير خالدون أنه أقرب الناس للتوحش يعني قصي أنه في حاجة ليست في الدين أبدا الأديان ممكن تتعايش والمسلمين اللي حينما ينتقلوا من بيئة إلى بيئة يتعايش ما يتغاتلوا يعني موجودين من كل المذاهب الدينية في أوروبا في أمريكا في الصين في الهند مسلمين مع ذلك عايشين بأمان الله ويحب النظام ويحب الدولة اعتقدت القضية السياسية ليست دينية أبدا هذا التنوع الطائفي الموجود في الوطن العربي خطر جدا إذا تم توظيفه السياسية يعني أنا كنت في العراق أنا درست في العراق أيام صدام كنت أعرف يعني كنت ألاحظ أنه في في حاجة مكبوتة من الطائفة الشيعية يتمنوا سقوط النظام أنا كان عندي صدقة يتمنوا اللحظة اللي يروح فيها صدام يعني الآن هي عادوا ينتقموا يعني عادت جماعة الشيع يعني إلى متى إلى متى إلى متى هذا الدول يعني كل من كل ما ذهب يمسك السياسة يدمر الآخر نحن بس الحاجة إلى الدولة تحمي تحمي جميع المواطنين كأنهم أولادهم كلهم بدون من يقدم نظر عن طوائفهم عن انتباءاتهم حتى المعارضين له حتى من الديانات الأخرى يعني دولة زي دول العالم بس إنه ليست ليست الدين ليست الدين أبداً ولكن السياسة شكراً طبعاً الله حالات مهمة جداً شكراً 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 دكتور قاسم طيب لو ما فيش مدخلات أخرى أنا ممكن نختم بس طيب قبل ما نختم أنا حابة بس أنقوه عن ندوة بكرة وندوة بكرة يعني ضيف يعني مهم نحضر له وبصراحة أنا عن نفسي بحب أسمعه دكتور محمد محط فبكرة إن شاء الله السبت 21 سبتمبر ندوة دكتور محمد محق ودكتور محمد محق هو سفير أفغانستان الصادق في القاهرة ومفكر مش سفير بس فالندوة حتكون بعنوان الإسلام بين تاريخ السلطة وسلطة التاريخ من ننظور عبد الجواد ياسين حيدير الندوة جمال عمر وحتغطيها صحفياً سماء معاونة فختم الندوة النهاردة أنا أحب أشكر دكتور قاسم على طولة باله والندوة دسمة فرسفياً يعني متشارقة أن أنا أقرأ الورقة هي بشكلها كبير يعني فبنها يسهل وشكرا لكل إن شاء الله شكرا لكل اللي أسأل واللي حضر ونتمنى نشوفك بكرة إن شاء الله شكرا لكم شكرا 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 لكم